فقط أذكر حضرتك بما تعهدتم به على اعتبار أنكم اتلاف تحالف الدولة أو حتى إطار تنسيق تعهدتم بتشكيل حكومة مؤقتة للتهيئة لإجراء انتخابات مبكرة وهذا كان وعد قاطع للتيار الصدري ولكن ماذا لو وفرت حكومة محمد الشيعة السوداني كل متطلبات الحياة والعيش الكريم للمواطن العراقي وأيضا أعادة الشرعية للعملية السياسية هل بقيت أو بقيت إجراء انتخابات مهمة ملحة أم أن الحكومة ستطيل عمرها المتبقي ثلاث سنوات هذا أمر متوقف على رغبة التيار الصدري نعم الكتل السياسية وإتلاف إدارة الدولة لم يخفي التزامه مع التيار الصدري على أن تكون حكومة تهيئة لانتخابات مبكرة لكن إذا ما تم تحقيق منجز على الأرض ولاقى قبولا ورضا من التيار الصدري فبالإمكان أن تمضي وتستمر لمدة ثلاث سنوات قادمة والسنتين أتصور أنه عمر الحكومة لا يختلف كثيرا عن الثلاث سنوات نحن نحتاج إلى توافق وطني بخصوص تغيير قانون الانتخابات أو تعديل قانون الانتخابات الحالي قانون المفوضية هذه أمور تحتاج إلى توافقات وطنية وتحتاج إلى تصويت داخل البرلمان وبالتالي الجميع ملتزم بتحديد الانتخابات المبكرة وتغيير قانون الانتخابات الذي أوصى به قرار المحكمة الاتحادية لكن إذا ما حصل توافق ورضا من قبل التيار الصدري وطلب في أن تستمر عمر هذه الحكومة أعتقد الأمور ستمضي إلى المدة المحددة لعمر هذه الحكومة لكن الجميع ملتزم برغبته بدخول التيار الصدري على الأقل إن كان بعيدا عن وجوده داخل البرلمان فيتمنى الجميع أن يدخل على الأقل ويكون طرفا مشتركا في الحكومة الحالية حكومة السيد محمد الشعيس اشتركوا في القناة